فاد المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف أن في الوقت الحالي لا يوجد مرسوم رئاسي بشأن إنهاء التعبئة العسكرية لدعم القوات الروسية في أوكرانيا يأتي تصرحه هذا بعد يوم من إعلان رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إنهاء التعبئة في العاصمة وإغلاق مكاتب التجنيد فيها وأوضح المتحدث ديمتري بيسكوف أن بعض المناطق حققت بالفعل الأهداف المحددة وبهذه الطريقة فإن عملية التعبئة الجزئية في طريقها لأن تنجز وقد أنجزت في بعض المناطق مضيفا أن السلطات لن تستدعي أكثر من الهدف الذي حدده بوتين وهو 300 ألف جني وسبق لبوتين أن أعلن عن التعبئة العسكرية على مستوى البلاد لدعم القوات الروسية في أوكرانيا في 21 سبتمبر الماضي في خطوة أدت إلى حركة نزوح للرجال وأثارت بعض الاستياء ترجمة نانسي قنقر